بسم الله نبدأ وعلى طاعته إن شاء الله ونكتمع أبنائي أحبابي وطلاب الصلاة والسلام إن شاء الله النهاردة مع وراجعتنا وراجعتنا الامتحان واللي أتمنى من الله إنها تكون مراجعة وفية نجمع فيها كل أفكار منهجنا وإن شاء الله نحل أكبر ثامن من الأسئلة ونبدأ بسرعة علشان اللي هي نظر مستفيد منها نجمر طيب معايا كده ولدنا المحترمين إحنا منهجنا كان بادئ بكمية التحرك اللي هي البي بتسوي ام في البي كمية التحرك اللي هي قانونها هي ام في اللي هي حاصل ضرب الكتلة في السرعة قلنا لما يكونوا مضربين في ضع آه يبقى لو جابها ليك سؤال وسألني العلاقة الرياضية لكمية التحرك هقول له البي بتسوي الام في البي طيب ولو سألني وجاب لي كده في سؤال وقال لي حاصل ضرب الكتلة في السرعة تمثل هتمثل كمية التحرك خلاص انت هنا بقى طلع مفردات التعريب هتطلع منها بقانون موجود عندها توراية المفاهيم هتقدر من خلاله ان انت تطلع لنا ايه ان انت تحط اتعرف فيها تعريب ايه طبعا من القانون اللي موجود قدامنا فوراية المفاهيم يا شباب هيقول لك ايه ان البي بتسوي ام بي اذا ام كيلو جرام والبي متر على السانية اذا هي كيلو جرام في المتر في السانية والسالب واحد ويبقى ابعادها ام التي والسالب واحد طبعا اي كمية من كده هي كده في الحالة دي تبقى كمية مشتقة واكيد هي كمية ايه ايوة كمية متجه لان الام قياسي والبي متجه اذا كمية التحارب كمية متجه وهي كمية مشتقة لو هرسمها بيانيا طبعا الام والبي علاقة بينهم علاقة عكسية وطبعا خد بالك بقى انا ممكن ارسم بي وعلى البي يبقى علاقة بيانية بين البي والبي طردي وبين البي والام طردي لكن الام والبي هتبقى علاقة ايه عكسية طبعا ممكن اقول البي واحد على ام او ام واحد على بي بعد كمية التحارب طبعا احنا درسناها لان هي اللي بتنتج من ايه بتنتج من القوة طيب ايه يا بقى القوة انا جمعتلك هنا كل الافكار الخاصة بالقوة مع بعض سلايد كده صغيرة طيب يلا قوة في تعليفها العام احنا كنا بنقول انها مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيغير او يحاول تغيير حالة الجسم هي كل ما يغير من حالة الجسم او يحاول تغيير حالة الجسم على فكرة كنا بنقول اذا حركت القوة الجسم فانها تبدل شغل يعني اذا كان الازاحة بتسوي صف فالشغل هناك هنا اللي بيسوي ايه صف طيب لو القوة بتسوي صف فالشغل بيسوي صف ما فيش قوة ما فيش شغل ما فيش ازاحة ما فيش شغل طب لو قوة كانت عمودية كان الشغل برضو هيسوي صف حتى بلنا دلوقتي وانا عايزة بعد الحالة ثبت كل سلايب فيها مجموعة ترقاني وانقلك مفاهيم لحضرتك واشتغل منها. اما العلاقات البيانية اللي احنا ملقصنا هنا اللي هيجيلك بشكل جميل جداً حضرتك بها حاول معي ان انت توقف وانت اخدها سكرينة وانزكرها كويس وانا جاها على القوانين هنعرف نستنتجها لان انا عارف ان انت باقي فيم كويس. طيب انا اقدر هنا حطي تعريف تاني القوة او طبعاً من خلال قوانينها لان القوة هي علاقة بتغير كمية التحرك. يرأى ممكن كنت اقول هي ايوة دينا البسط هي كمية التحرك او التغير في كمية التحرك خلال وحد الزمن. وكنا بنقول لو المقام زمن كنا ممكن نقول هي المعدل الزمني التغير في كمية التحرك. طيب يلا معايا كده طبعاً هنا البي والبي والتي علاقة طردية. طيب ايه رأيك بقى لو جاب لي نفس الشكل ده. ولكن لا تتغير كمية التحرك بمعنى ان الخط هنا موازن محور الزمن معنى كده ندل تبيعة تسير وصف. يعني الفورس اللي هو مكان صف. يبقى هنا انت يكون في قوة؟ في قوة اذا تغير كمية التحرك الجسم او اذا اكتسب الجسم ايه عجلة. تمن قانون يوتن التاني يبقى الاف هنا بتساوي ام ايه هي حاصل ضرد الكتلة في العجلة. طيب تقدر تنسم علاقات بيانية للقوة؟ طبعاً ما هي البي ايه اللي على تيه البي على تيه الدلتة بيه على الدلتة تيه العلاقة ديه هتمثل ايه ايه. طيب لو قلنا اللي هي بين الام والايه ممكن اقول ايه واحدة على ام او ام واحدة على ايه سيانة يا شباب لان هنا العلاقة بينهم علاقة عكسية. طيب يلا معي بقى بسرعة. عرفنا هي القوة وعرفنا هي التغير فيك ايه وايه مصطلعتها؟ طيب كده بتقول تاني. القوة عندنا نقصها ازاي؟ نقصها ايه؟ قصة ولات من نوع كميتها ايه؟ تأثرها ايه؟ شايف الرجل اللي اتحرك ده؟ طبعاً هنا لما اثرت عليه قوة اتحرك ازاحها. اذا هنا لو اتحرك هو يبزل شغل. لو كانت القوة في اتجاه الحركة هو هيبزل شغل. طب لو القوة عمودية او ما اتحركش لا يبزل شغل. ما هي الشغل كان عبارة عن ايه؟ القوة في ازاحة. ده لا بفكرك بس عشان دي مراجعة يا شباب. وحدة القياس القوة اللي هي الميوتين. تقدر تحطي لي تعريف لوحدة القياس القوة؟ قصة لي. انا هنا جايبها لك من قانون واحد. ولكن انا ممكن احط من اي قانون. يعني انا فاك القانون كمية التحرك؟ معلش كده. نرجع كده للقانون اللي فاك. اف بتساوي الدلتة بي على الدلتة تي. يعني انا ممكن اقول ان النيوتين هو قوة تغير كمية التحرك بمقدار واحد كواحد كيلو جرام في المتر على الثانية. كل واحد ايه ثانية؟ او ممكن اقول ان القوة هي ايه بقى؟ او النيوتين هو ايه؟ ها؟ النيوتين اللي هو طبعا بوعادي الكيلو جرام في المتر على الثانية تربيع اللي هو قوة ايوان تؤثر على جسم. فتكسبه عجلة. او جسم كتلته واحد كيلو جرام فيكتسب عجلة المقدارة واحد متر على الثانية تربيع. او جسم يكتسب عجلة واحد متر على الثانية تربيع. اذا كان كتلته واحد كيلو جرام. يبقى جسم كتلته واحد كيلو جرام فتكسبه عجلة واحد متر على الثانية تربيع. قلوا بالك أولاد إحنا هنا لو معايا الأساس هاد رحل كويس جداً طيب القوة تقاس بجهاز إيه ده معقولة ممكن يسألني على ده سقس ده أكيد طبعاً خاصة لما يحطاه في مقارنة معه الكتلة القوة تقاس بجهاز اللي هو الميزان الزومبوركي طيب والقوة هي طبعاً كمية إيه يلا بسرعة ها كمية أكيد يا مستر مشتقة لإنها كيلو جرام في المترة الثانية تربيع وهي كمية متجهة لإنها طبعاً تكون حاصل ضرب الكتلة القياسية في العجلة المتجهة عرفنا إيه هي القوة وعرفنا أنواعها وعرفنا دواق قياسها طب بسرعة كده يا شباب القوة المحصية إيه القوة مؤثرة على جسم خد بالك إحنا هنا مفيش قوة واحدة بتؤثر على جسم لا دايماً أي جسم في الدنيا هيؤثر عليه عدة قوة طب مع بعض كده بسرعة يا شباب نبص كده إحنا عندنا قوة ممكن تكون إذا عدة القوة هنا اللي هي القوة المحصية اللي هي قوة واحدة تقوم مقام عدة القوة ممكن تكون قوة متزمة إيه قوة متزمة وممكن تكون قوة غير متزمة اللي هي قوة متزمة اللي هي محصلتها آه بصوا يا شباب هنا محصلة القوة المتزمة تساوي صفر دايماً بحيث أن النزل اللي قصب بعض دي لو جاب لي هنا أي قوة بأي قيم ولقيت أن مجموعها بيسرع وصف طبعاً مستر ممكن يجبها لي زي الترمي الأول كده وبين هزواء بص السنادي أو الترمي دا لا لا قال لي لأن طبعاً إحنا إحنا هنا شباب مش بندرس في الترمي الأول ولكن ومش بنميل التراكمية أكتر أكتر من الأساسيات ولكن هنا لما يكونوا على خط عمل واحد ده أنا هنا يهجم على هطرة طبعاً لو في قوة المتساوياتين في المقدار متلضطين في الابتجاه يكون القوة متزمة أما لو قوتين غير متساويتين أو قوة غير متساوية فهي قوة غير متزمة طبعاً القوة المتزمة لا تؤثر أو لا تغير من حالة الجسم يعني إذا كان ساكن هيفضل ساكن وإذا كان متحرك هيفضل متحرك إذن القوة المتزمة لا تغير من مقدار السرعة أما القوة المتزمة قد تغير من مقدار السرعة قد تغير يعني ممكن ما تغيرش لأنها ممكن بدل ما تغير مقدار السرعة تغير الاتجاه لأن إحنا عندنا القوة يا شباب قد تكون قوة خطية وقد تكون قوة مركزية القوة الخطية اللي هي بتغير من المقدار أما القوة المركزية اللي هي بتغير من الاتجاه عشان كده نقس تلا كده تاني كده يا شب معلش نبص كده يبقى أنواع القوة القوة المحصرة مؤثرة على جسد قد تكون قوة متزنة وقد تكون قوة غير متزنة إذن أنا لو جاب لي صورة أو شاكل أو أي عاجة أي دلالة عن أن القوة اللي قدامنا قوة متزنة يعني محصلتها صد إذن هنا في الحالة دي هقوله شكراً أنت كده بتقول لي أن القوة بتاعتنا قوة متزنة إذن لا تبذل شغل أما إذا كانت القوة غير متزنة فهي تبذل شغل طب القوة غير متزنة طبعاً هي لا تغير هي فهي تغير حالة جسم طبعاً حتى القوة غير متزنة تبذل شغل برضا يا شباب طب هنا القوة غير متزنة بص كده إحنا هنقسمها إلى نوعين لسه بنقول قوة إيباة قوة خطية اللي هي بتغير من إيه يا شباب ها تغير من المقدار إذن هنا لو أنا شفت القوة في اتجاه الحركة أو في عكس اتجاه الحركة هولا عليها قوة إيه خطية أما لو لقيتها عمودية فهولا عليها قوة مركزية القوة الخطية لا تغير من اتجاه السرعة ولكن أما القوة المركزية فهي تغير من اتجاه أما القوة الخطية فهي تغير من مقدار السرعة والقوة المركزية هي اللي لا تغير من مقدار إذن هنا إذا تأثر الجسم بقوة خطية فهو يكتسب عجلة خطية والعجلة الخطية هنا تغير من المقدار ولا تغير من الاتجاه يبقى انا هنا اي شباب شباب مش عايزين نفكر في شكل السؤال اكتر ما نفكر في المعلومة لان انا فاهم المعلومة كويس ها ضرب اطبع وان كان لازم نتضرب على بعض الاسئلة وارجع لو سمحت لحلقاتنا اللي فات على المنصة هتلاقي فيها اسئلة كتيرة جدا والنهاردة كمان معنا اسئلة كتيرة طيب القوة الخطية بتكسب الجسم عجلة خطية اما القوة المركزية فهو بيكتسب الجسم عجلة ايه مركزية تاني قوة الخطية بتكسب الجسم عجلة خطية القوة المركزية بيكتسب الجسم عجلة مركزية العجلة الخطية خلاص بقى لانا لو حبيت اعمل مقارنة دلوقتي بين العجلة الخطية والعجلة المركزية مستر هو هيجي يقول لي قارب مش شرط يقولها لفظا كده ولكن انا ممكن اسأل حضرتك فيه اكتر من تطبيع على الكلام ده يعني لو قلتلك يتحرك الجسم في خط مستقيم فتزداد سرعته تزداد سرعته يبقى هو بيتأثر بعجلة بيتأثر بعجلة فهو يتحرك تحت تأثير عجلة ايه مركزية لا طبعا عجلة خطية اما اذا قلنا انه هو لا تتغير سرعته في المقدار فنا قدامي احتمالين ان القوة تكون متزنة ماشي طب لو قوة غير متزنة ولا تغير المقدار يبقى اكيد بتكسب الجسم عجلة مركزية لانها اكيد قوة ايه مركزية او قوة عمودية على اتجاه الحركة طيب يبقى اذا القوة الخطية عندي نوعين ها يلا قوة ايه قوة تبقى في اتجاه الحركة اللي هي القوة الموجبة اللي هي هتعمل على زيادة السرعة اللي هي هي هيكتسب الجسم عجلة موجبة بالنسبة لاتجاه حركته طيب التانية اللي هي القوة ايه قوة في عكس اتجاه الحركة اللي هي بتكون اشارتها كده في الحالة دي يا طبقى ايه سالم لان بص ولاد سالم بالنسبة لاتجاه الحركة افرد انا بتحرك في اتجاه غلط يعني انا بتحرك من اتجاه السالم مفيش مشكلة هي موجبة هي موجب ولكنها سالبة بالنسبة لاتجاه الحركة مش عايزين اطرحنا كتير ولكن انا هبصر اتجاه الحركة اشارته موجبة واشارت القوة موجبة اذا هتزداد السرعة لان العجلة هنا هتكون موجبة اشارة اتجاه الحركة سالبة واشارت القوة سالبة هتزداد السرعة لان القوة في اتجاه الحركة اما اذا كانت القوة في عكس اتجاه الحركة بمعنى ان اتجاه الحركة مجب والقوة سالب او العكس اتجاه الحركة سالب والقوة مجب في الحالة دي هتقل سرعة الجسم ويكتسب الجسم عجلة سالبة بالنسبة لاتجاه حركته اللي احنا مجلسا هنقول عجلة تنقصة اللي هي تعمل على نقص او تقليل من مقدار سرعة الجسم طيب احنا كده عرفنا يا شباب انواع القوة قلنا تاني قوة متزنة وقوة غير متزنة والقوة المتزنة اللي هي تؤثر في حالة الجسم اما القوة غير متزنة فهي تغير حياة الجسم وبالتالي قد تفزل شغل اذا كانت فطية او اما اذا كانت عمودية فهي لا تفزل شغل ليه لان القوة عمودية زويتها 90 وهنا وصل للشغل بس انا خايف من الوقت معلش اذا هنا يا شباب احنا بقى منهجنا جمعي بعض الصور ليه القوة في المنهجة الصور اللي احنا خدناها في القوة خدنا من خلال قانون يوتن التاني عرفنا قوة الجاذبية الارضية اللي هي قوة الوزن اللي هي الوزن اللي هي بتساوية ام في ايه في الجي ايه هو قوة الوزن هو قوة جاذبية الارضي للجسم اللي هي بتتغير بتغير عجلة الجاذبية الارضية طيب وصدها عندنا قوة تانية اللي هي قوة المركزية اللي هي القوة العمودية اللي هي F اللي هي بتسامل M في البيتر فيها على R اللي هي بقى باختصار كده قوة بتغير من ايه? ايوة قوة عمودية على اتجاه الحركة بتغير من اتجاه الحركة بتكسب الجسم عجلة مركزية. اما قوة الوزن قد تكون قوة عمودية وقد تكون قوة في اتجاه الحركة حسب حالتها. يعني لو امر صناعي بيدور اذا هي القوة هتكون عمودية على اتجاه حركته وبالتالي هتبقى بالنسبة له قوة مركزية. اما اذا كان كتلة معينة في الحالة دي الجسم هيتحرك. ولكن الجسم الجسم لو بيتحرك في اتجاه الجاذبية الارضية وعكس اتجاه الجاذبية الارضية اذا هي قد تكون عجلة مجابعة او عيلا ايه? سالبة زي حالات سقط حر. طيب انا عندي قوة الجذب المادي بها اللي هي جمعة ده كله. اللي هي في الاصل قوة الجذب المادي اللي هي قوة بتنشأ بين اي جسمين ماديين بيننا وبين الارض. قوة وزننا هي قوة جذب المادي. بين الارض وبين الشمس القوة التجاذب هي قوة جذب المادي. طب ليه انا مش حاسس بيها بيني وبين الارض؟ لان الاف بتتنسب عكسياً مع الارت من الام بتتناسب تردي مع الام مع طبعاً ام في ام كتلتي الجسمين آه كتلة الارت كبيرة ولكن كتلتي انا صغيرة اما الاف بتتناسب عكسياً مع الارت تربيع عشان كده انا مش حاسس بقوة تجازب الشمس بالنسبة لي وده اللي هو قانون الجذب العام اللي هو قال ان الاف بتساوي الجي في الام في الام مع الارت تربيع طيب ما تيجي نجمع حالات القوة دي بسرعة كده هنا بالقوة درسناها من خلال قانونياتي التاني اللي هو كان بي نص على ايه اذا اثار قوة محصلة على الجسم معلش انا هكرر لك المعلومة عشان نأكدها احنا جمعناه بافكار ونجمعها باسئلة بس نجمع كل افكارنا معنا اذا اثار قوة محصلة على جسم فاينها تكسبوا ايه عجلة العجلة تتناسب تردياً مع القوة عكسياً مع الكتلة ده نص القانون اللي هي الاف بتساوي ام ايه اللي هو قائع طبعاً تردي يعني ايه واحد قصاد واحد واثنين قصاد اثنين عكسي يعني واحد قصاد اثنين واثنين قصاد واحد وبالتالي لو قلت من A1 على الاثنين هتساوي طردي مع ال F يبقى F واحد على الاثنين عكسي مع ال M يبقى M2 على M1 الموضوع بسيط قوي أدي قانون نيوتن التاني وما تتعبش نفسك وما تحاولش أنت تضيع وقتك كتير في أن أنا عميل أحسب مسائل بمعدلات حركة يا شباب لو هتجي لي مسألة حركة وفيها سرعة أو فيها تغيرات سرعة أقصها القانون الرئيسي للعجلة اللي هو في فاينال النصبي نشر على خطي طيب قانون نيوتن يعني علاقة ما بين الكتلة والوزن إذا معاه علاقة الكتلة وإيه والوزن طب ما تيجي نقارن بينهم مقارنة سريعة عشان لو جلنا أي سؤال فيهم الكتلة والوزن أولا تعرفاتهم بص كده الوزن هي قوة جذب الأرضي للجسم أما الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة أو مقدار مقاومة الجسم ليكسابه عجلة أو مقدار مقاومة الجسم لتغيير حالته اللي هي كنا بنسميها القتلة القصورية طيب الوزن كمية مشتقر وهو متجر أما الكتلة فهي من الكميات الأساسية وهي القياسية طيب الوزن وحدة قياسه إيه وجهاز قياسه إيه وهل هو سابت ولا لا بص كده الوزن احنا قلنا أنه بيقاس بالنيوتر ده يوحدة القياس أما الكتلة بالكيلو جرام الوزن بيقاس بواسطة أيوة بيتغير بتغير المكان لأنه بيعتمد على عاجلة في الجزيرة الأرضية اللي هي بتتغير بتغير نصف قطرة إيه الأرض أما الكتلة فهي ثابتة لا تتغير بتغير المكان على سطح الأرض الوزن دايما زي الميزان الزومبوركي أما بيقاس بوسط الميزان الزومبوركي أما ولو سمحت والشاشة هنا بقى وتسكنينا المعادة القانون اللي انت هتحتاجها أنا كتب لك معدات الحركة وإن كان معدات الحركة العجلة المنتظمة مش تلجأ لها قوي لأن انت مش هتحتاج هنا اكتر منه إذا كانت سرعة منتظمة يبقى البي بتساوي دي على تي ده القانون الرئيسي اللي لازم نركز فيه كويس وإذا كانت سرعة غير منتظمة يبقى البي بتساوي دلتا في على دلتا تي فبي تساوي البي اي 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 ا هلقوم كل لأن حضرتك بقى خلاص. أنا هنا F و A طردي و F و M طردي أما M وال V من قانون كمية تحرك العكس طب إيه رأيك بقى لو قلت ال M وال B ما هي طردي. يعني أنا قلت هنا B M هيبقى M و B والميلة هيبقى V إذا كانت عدة أجسام تتحرك بنفس السرعة وبالتالي هيتغير كمية تحرك. طب لو عدة أجسام تتحرك بنفس السرعة. لو جسم واحد يتحرك بسرعات مختلفة. يعني غيرت سرعته وسجلت له السرعة من وقت إلى آخر. يبقى هتبقى B و 1 على B وال V وبالتالي الميلة هيبقى بيسوي M. يبقى هنا هلد الفكرة كلها إن أنا بس أعرف طردي. آه يبقى الشكل ده هو شكل العلاقة الطردية بين أي كمية. عكسي الشكل ده يبقى شكل العلاقة العكسي أو طبعا إحنا عارفين العكسي اللي هو ممكن آآ يبقى M و V ولكن الشكل التناقصي اللي هو الشكل طيب كده إحنا جمعنا حركة الخطية. طب ما إحنا عندنا النوع التاني من القوة اللي هي بتسبب حركة دائرية. حركة دائرية اللي هي الحركة تحت في القوة إيه مركزية. اللي هي F بتسوي M في الفيتر بيها على R. والقوة الحركة الدائرية هنا والمركزية بتكسب الجسم عجلة مركزية اللي هي إيه بتسوي فيتر بيها على R. اوعى تنسى إن أي جسم يتحرك فيه مصر دائري منتظم. عشان يتحرك فيه مصر دائري منتظم لازم قوة الطرد تسوي قوة إيه؟ الجزء وبالتالي هيتغير السرعة في الاتجاه ولا يتغير المقدار السرعة وناخد بالنا يا شباب إن الحركة الدائرية طبعا كده لو الجسم F بتسوي F بتسوي سنب F جزء اللي هي بيتساوي الاتنين في المقدار وتضده في الاتجاه في الحالة دي حركة الجسم هيتحرك على طول محيط دائرة مولقة وهيبقى الجسم بتحرك بسرعة مماسية وإحنا عارفين كويس قوي إن السرعة المماسية للجسم هي سرعة أيوة خد بالك أنا لسه بقول لك إيه؟ لازم ناخد بالنا إن B بتسوي دي على تيه طيب تلس هي ليه بيأخد دي على تيه؟ لإنها سرعة منتظمة في المقدار بس أنا هنا أخد دي اللي هي مسافة اللي هي محيطة دائرة إذا كانت دورة واحدة ويبقى تيه زمن دورة واحدة عشان كده هنقول إن السرعة المماسية هي سرعة سبتة في المقدار متغيرة في الاتجاه وهي بنعرفها بنقول سرعة الجسم اللي حصلت للإفلال طيب أنا قاس طبعا السرعة يا شباب ولكن أنا عايز أجمع لك منهجة كله جدا يعني منهجة كله في ساعة أو أهل ده صعب شوية لكن بدينا وطبعا هنا الزمن الدولي اللي هو الزمن اللي بيسلك فيه الجسم دورة واحدة طيب هنا الجسم تحرك حركة دائرية خد بالك إن القوة المركزية اللي إحنا بناخدها خدنا لها مجموعة أمثلة خدنا خمس أمثلة محترمة جدا مثل قوة الشد أو قوة الاحتكاك أو قوة رد الفعل أو قوة الرفعة اللي هي في الطائرات أو قوة الجسم المركزية وأرجو إن إحنا نلجعلها قوة الشد عمودية على تجاه الحركة الاحتكاك مع رد الفعل دائما بتؤثر على الأجسام اللي بتتحرك فيها المنحنيات أو المنعظفات قوة الرفعة اللي هي زي قوة الطائرة اللي هي بتعمل على اتزال الطائرة وقوة الجسم المركزية اللي هي قوة بين الأجسام اللي هي بتنتج من قانون الجذب العام طب ما تيجي نفتكرهم كده بس الأول احنا خدنا بعض التطبيقات لقوة الطرد المركزي زي يا مستر بصوليد أثناء تصميم الطرق كنا بنصمم الطرق بحيث ان عند المنحنية تكون أكثر خشونة وطبعا هنا مدى الخشونة دي لازم نحددها من خلال ايه نحددها من خلال كتلة الجسم يعني لو الطريدة بيحرك سيارتنا اللي تقيم لازم يكون الطريق أكثر خشونة لان قوة الطرد تتناسب طرديا مع الام وبالتالي لازم قوة الجذب سوء قوة تيجي الطرد عشان يتحرك المسار دائري وإلا هيخرج من المسار الدائري يبقى هنا ممكن يسألني سبب خلوط جسمي من مسار دائري هقول له ضعف قوة الاحتكام او ان قوة الطرد اصبحت اكبر من قوة ايه الجذب او زيادة السرعة لان الافر تتناسب طرديا مع الام او طبعا ممكن صغر نصف القطر جدا نصف قطر مضار جدا بحيث ان هو يكون اقل من قوة الاحتكام ان اللي بينتج عناه قوة ايه جذب طيب وإحنا عايزين نخد بالنا كمان ان هنا حالة طبعا اي البراميل الضوارة والدلول المجدوء الدلول المعلق فيه خيط كل ده بيكون قوة الشد بتسري قوة الطرد وهي قوة عمودية بتحافظ على حركة الاكسام يعني لو هنا جاب لي الصورة لعبت ملايه وقال لي ليه ما بيسقطش اللعب هقول له بسبب ان قوة الطرد بتسري قوة ايه الجذب طيب لو زالت قوة الطرد ممكن نستفيد منها من خلال ايوان علم هدلت اه يا جماعة احنا مش عندي سؤال مقالي وبلاش كده هدي سؤال هتجي هقول لك هنا تعتمد ماجينات غز البنات او تكفيف الملابس في الغسلات او لعبة البلامير الدورة على ان قوة الطرد اكبر من قوة الجذب وبالتالي تخرج من اجسام طبعا لعبة البلامير الدورة قوة الطرد اكبر من قوة الجذب وبالتالي يا حضرتك هنا بتلزف كرسي اكثر طيب يلا يا شباب بعدها اما احنا من ضمن امثلة ومن ضمن اهم الامثلة القوة المركزية اللي هي قوة الجذب ايه المدي قوة الجذب المدي وركز بقى معيا اللي هي اللي هي جابهة لنا النيوتال اللي هي في قانون الجذب العام قانون الجذب العام اللي بيقول لي انه الي جذبين تجلبينهما قوة جذب بسه لتتكلم فيها دلوقتي ان هي بتتنصب طرد ما حصل ضرب كتلتين الجسمين وعكسيا مع لأن ثابت الجذب العام هو قوة جذب بين جسمين كتلة كل منهما واحد كيلو جرام المسافة بين مركزهما واحد متر ركز قوي أن لما فيك تعرف كمية خلينا باقي مفردات قانونها يعود إلى الصدر طبعا ثابت الجذب العام مقدار الثابت اسمه ثابت يا أخواننا فهو على سطح الأرض زي ثابت الجذب العام على سطح القمر وبالتالي ثابت الجذب العام هنقص بإيه نقص بنيوتن في المتر تربيع نيوتن في المتر تربيع على كيلو جرام تربيع أو لو أنا فكت النيوتن هيبقى متر تكعيب في الكيلو جرام والسالب واحد سانية والسالب اثنين هل كل مكان بيظهر فيه الجذبية؟ لا إحنا عندنا قوة الجذبية الأرضية لجسم هي عبارة عن إيه؟ شدة مجال الجذبية ما إحنا بنقولها يا جماعة الـ W بتساوي الـ M في الـ G يعني الـ G بتساوي الـ W على M وبالتالي ثابتها هي قوة جذب الأرضي لجسم كتلته إيه؟ واحد كيلو جرام ما إحنا هلنا بنقرأ البسط اللي هو الوازن اللي هي قوة جذب الأرض ونرد المقامية الوحدة اللي هي هنخلي المقامي واحد اللي هي المجال الجذبية الـ M على الأرض تربيع أو الـ G بتساوي الـ W اللي هو W على M طيب هل الجذبية الأرضية أو الجذبية أي كوكب بتظهر في كل مكان؟ اللي طبعاً بتقل كل ما بتعدنا عن الكوكب بسبب أيوة بسبب إلا أنها بتتناسب عجسام مع مربع نصف إيه؟ القط عشان كده إحنا عايزين عندنا حاجة اسمها مجال الجذبية الأرضية اللي هي العيز اللي تظهر في أثر الجذبية الأرضية بعدها تصبح القوة المؤثرة على الجسم من الأرض ومن؟ الأجسام الفضائية متزمة وبالتالي ينعادل القوة المؤثرة على الجسم إذن هنا الجسم هيكتسب عجلة هل العجلة كلها؟ قد بالك إحنا خلنا حالات القوة جمعت لك بقى حالات العجلة مش معقولة نسبها طبعا العجلة طبعا القانون يوتين الثاني الـ F بتساوي M في الـ A اللي هي هتبقى قصر أولاد قانون يوتين الثاني قوانين قوة عجلة لما تزيق عجلة خطيق مش هتفرق معنا كتير طبعا هنا العجلة هنا هتترى سبطر دي مع القوة عكسي معك الكتلة تاني أنا مسترى ده كده حضرتك بتقول هلال تاني مرة هنا ده وحاجاتها تقول هلال تكتلت مرة ايه رأيه بقى حضرتك عشان ما تنسيش عجلة الجزب المركزي اللي هي بتساوي الفيتر بيع الـ R يبقى بتتنسب طرد مع الفيتر بيع وعكسي مع الـ R والركز أهو يا شباب يعني إذا كان سمعك في اللحظة كده إذا كان إذا تغيرت كتلة الجزب لا تتغير العجلات مدامة القوة قوة الجزب أو قوة طرد يتتغير معها القوة هي لا تغير ولكن العجلة ايه لا تتغير عجلة الجزب المركزي بتتنسب طرد معه مربع السرعة وعكسي معه نصف القطر ولكن لا تتوقف على الكتلة يعني إذا تحرك الاسمين بنفس السرعة الممازية على نفس المسار الدائري إذن هنا هقول لهم نفس العجلات المركزية مهما تغيرت ايه الكتلة ولا هي اسئلة على كده طبعا معنا كمان طبعا للجزبية الكونية إن العجلة هي عجلة الجزبية الأرضية اللي هي شنت مجال الجزبية الأرضية بيجي نجمع بقى القوانين مجال الجزبية الأرضية يلا يا شباب حركة الدائرية الجزبية الكونية جمعت منها بالكامل طبعا في تربيع على R لو أنا شلق B وحطيت قيمتها اللي هي 2 باي R على T اللي هنا يا شباب يبقى هنلاقي إني الايه بتسوي اربعة باي تربيع مرحنا نضبع بي حسنا أربعة باي تربيع أربع تربيع في البسط مع المقام هيروح مع بعض ويظل في المقام تربيع آه دي بقى الحلاج آه دي بقى القوانين اللي ممكن يعني هنا قانون العجلة وقانون القوة اللي هما مستنتجين بدلالة قوانين الصرعة هما دول اللي ممكن يا شبعيب من لا يهمش في ولاية ما فهمنا دول اللي ممكن أو اتني ميل أكتر نفط سكينة كويسة من دين نجمع بقى بس يا جماعة دي احنا عندنا الجاذبية الكونية بقى كمان الجاذبية الكونية اللي هي بتنتج من قوي الجاذب العام الـ F بتسوي الـ G في الـ M على الـ R تربيع او مجال الجاذبية اللي هي بتسوي الـ G في الـ M على R تربيع اذا انا عندي بقى ليهم حالات ايه رأيك لو ارتفعنا للآلة بيقل القوة وبيقل عجلة الجاذبية اسفل سطح الكوكب لو انخفضنا الى اسفل نزلنا تحت الربط من قعمة جم في الحالة دي هيزداد القوة هيزداد العجلة الجاذبية الارضية اما عند سطح لو حبيت تقارن بينهم فان اذا كنت على كوكبين مثلا على الارض وعلى الطمر على الارض وعلى المريخ هتقارن بالعجلة ازاي ايوه ببساطة جدا هتقارن انها تتناسب ترضيا مع كتلة الكوكب وعبسيا مع نصف قطر مع مربع نصف قطر للقاطب هنا يا شباب الحركة الدائرية تتناسب ترضيا مع ايه مع الام ايوه مربع علي والفي تربيع تتناسب ترضي مع الار صحيح بس هتديني الاي ولكن لو في وار بس ايه ده مصر ممكن تبقى في وار اه ارجع بقى للقوانين كده هتلاقي ان انا كاتب لك ان في بتساوي ايوه المحيط على الزمن الدوري يبقى اثنين باي ار على الت يبقى الفي على ار اثنين باي على الت انا حبيت بنجيب حتة كده اكبر شوية طيب لو الار والت طب ما احنا وقدين لالت من قالور الvé بقى برضو ها يلا يبقى الار بتساوي اذا الت بتساوي ايه ده مصطر ده احنا كده اثنين باي ار على الفي يبقى الار على الت اللي هي هتبقى اثنين باي على الفي طب لو الى اللي هي ت على الار لو قلنا ار على الت اعكس ايه اللي بتكسر تاني يا有لد تاني هنا من القواهين اللي معاك ارجع لها كده وهتشوف اني ايه عندنا الت بتساوي اتنين باي ار على ايه على في طيب يبقى الت على ار هنا لو اسمت على ار هيديني اتنين باي نفس الحالة بتاعت السرعة هتيديني اتنين باي ار على في طب ارأى البيان لو قلبت العلاقة البيانية اي علاقة بيانية ايه اللي بتكسر يعني مثلا لو جيت هنا للعلاقة البيانية بين الفي تربيع والار وخليتها بين الار والفي تربيع بدل ما هي ايه سي اللي هي العية المركزية هخليها واحد على ايه طيب العلاقات البيانية اللي قانون الجازب العام طب ليه مستر قانون الجازب العام علاقاته البيانية منحنية طبعا لان هنا في عندي ار تربيع اختلاف في دلة تربيعية وفي نفس الوقت عندي في اكتر من المتغير فاذا كانت المتغيرات كلها سبتة فعلى الاقل دلة تربيعية تربيعها يغير الكمية فهيتسبب انها تكون منحنة كده احنا جمعنا مع بعض كل قوانين الحركة الخطية والمركزية بسرعة الطاقة والشغل ده موضوع ابسط من البساطة بقى ايه رأيي حضرتك ايه هو الشغل الشغل في الوقت اللي هو ف دي قوزين سيتا اللي هو حصل ضد القوة في الازاح خد بالك احنا بنقول القوة القوة العمودية طيب والطاقة اللي هي القدرة على بازل الشغل اذا هنا انا لو ادت اشتغل انا عندي ايه طاقة خد بالك الطاقة والشغل هم شيء واحد والاثنين بيقاصوا بنفس وحدة القياس اللي هي الجول كل صور الطاقة تقاص بنفس الوحدة عشان كده ممكن في وسط السؤال بدل ما يقولي احسب طاقة حركة احسب طاقة وضع احسب طاقة ميكانيكية ممكن يقولي احسب الشغل بس هنا اعرفهم ازاي اعرفهم من خلال الحالة نفسها يعني طاقة الحركة اللي هي الكئيب تسوي نص عامة بتربيع اللي هي الشغل المفزول اسنان الحركة فلو سألني وقال لي احسب الشغل المفزول اسنان الحركة هقول له الكئيب تسوي النص هاجيب طاقة الحركة طب لو قال لي احسب الشغل المختزن او الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة موضعه او احسب الطاقة الشغل المفزول من الجسم نتيجة موضعه هنا احسب طاقة ايه وضع طب لو قال يحسب الطاقة الكلية الطاقة الكلية او الطاقة الميجنكية الكلية للجسم اللي هي ايه مجموعة القطاع الوضع والحركة الايه للجسم اللي هي الكي ايه بتساوي الام ايه بتساوي كي اي زائد اي بي طيب كده احنا بمنهجنا كله معاش غير ان احنا نعرف أن الطاقة لا تستحبس من عدم ولكن يمكن تحولها من صورة إلى صورة أخرى فعندنا الطاقة الميكانيكية بتتحول ما بين صورتين اللي هي طاقة طاية الوضع والحركة بحيث أن مجموعة طاقة طاية الوضع والحركة بيظل مقدار ثابت دايماً تتبارل التقطير ولكن ما بيتغيروش طيب إيه رايك بقى نرخص قرانيش شغل الطاقة كم معناها هنا أيوة الورق بتساوي ف دي كوزين سيتا اللي هو خد بالك الورق هو نفسه ال-K-E هو نفسه ال-M-E عشان كده يا شباب ممكن أقول الشغل M في ال-A في ال-D أو M في ال-G طبعاً لو قال لي نتيجة موضعه طيب الورق نصف M في تربيع اللي هي ال-K-E لنتيجة حركته اللي هي الورق اللي هي بتساوي ال-M في ال-E اللي هي K-E زالي ب-E اللي هو الشغل يا شباب بيساوي أي نوع من أنواع الطاقة لأن كل واحد طيب إيه دليلك يا مستق الدليل لأنهم اليوم نفس واحدة القياس نفس الأبعاد يمكن جمعهم وبالتالي الطاقة الميكانيكية قانون بقى الطاقة الميكانيكية يا شباب K-E في كل الحالات عند ال-إنشيا بتساوي عند النقطة واحد بتساوي النقطة اثنين عند واي واحد المهم يا شباب إن إحنا ناخد بالنا من الشكل والعلاقة البيانية ولذلك جمعت لك برضو وهنا كل علاقاتنا البيانية أكتر من 15 ساعة تقريباً أكتر كبيراً لأ إرجع أولاد وإرجع لحصاصنا وإرجع بقى للأسئلة سيب حتى أجري الحصة يا سيدي سيب الشرح بس إرجع معهم للأسئلة كويس جداً ويحل الأسئلة تاني ورانا ويبص للأسئلة وفكر لأنه ده وصل طب ما تيجي بقى ننطرر بقى شوية أسئلة يعني كده إحنا جمعنا تقريباً منهجنا بالكامل بقى أفكاره طيب نجمع مجموعة أسئلة كده مع بعض هنا يا شباب لو حبيت أجيب علاقة من تناس أو بسرعة بقى أنا عايزك وقف الحصة دلوقتي ارجع تاني خذ كينات تانية القوانين ونص لها هنا دي سمن له مع نفس كمية التحرك يعني بي واحد بتساوي بي اتنين يعني ام واحد بي واحد بيساوي ام اتنين بي اتنين خلاص يبقى حضرتك هنا يا مستر بتقول اني أنا عندي بالشكل ده أقدر أحل لها وبسرعة اني البي واحد بتساوي البي اتنين ام واحد بي واحد بتساوي ام اتنين بي اتنين اذا أنا هنا يا مستر من غير تعب ومن غير إرهاق بالنسبالي هقدر اننا أجيب أعود طبعاً بالمواطرات اللي موجودة وقدرت أجيب البي اتنين بسهولة اللي هي طرعة كام عشرة متر على السرعة شايفين هنا مجرد من القانون بس أنا عايزك تتعلم ازاي تستغل القانون ازاي تستغل ولد المفاييمين اللي قدامك كويس أولاد يعني أنا لو عرف مجرد ان أنا أرى حاجة زي كده واشوف القانون وانا عارف كمية التحرك بتساوي ايه واشوفت القانون بعد حتى لو انا مش عارف التنصف كويس هقدر استنتبه من ده القانون طب يلا اذا زالت كتل الجسم اللي اضعف وقلت سرعته الى نصف قيمتها فما الذي يحدث لكمية التحرك انا بصراحة ما اقدرش اسدأ تاني انا هنا جايبها لك على كمية طبعا هنا على كل جزء المنج فيه لا مجموعة تستغلية كويسة اذا زالت كتلة الجسم اللي اضعف اتنين بتساوي اتنين ام واحد وقلت سرعة يعني اتنين بتساوي نصف بي واحد ايوة ام اتنين بتساوي ام واحد لكن اتنين قالت له النصف يعني بي اتنين بتساوي نصف بي واحد هو عايز ايه كمية التحرك ما هي كمية التحرك بتساوي ام في الدي يعني ترضي مع الام وترضي مع الدي يعني بي واحد على البي اتنين بتساوي ايوة ام واحد بي واحد على الام اتنين بي اتنين انا ماستر برافو عليك عوض دقا بسرعة فعنا هنا يا شباب هعوض عن الكمية اللي هو مدها الام اتنين عوضت عنها اتنين ام واحد والفي اتنين اعودت عنها بنص بي واحد فلاحظت انها تبقى الناتج واحد على واحد اللي هي هيطلع واحد اللي هي تظل سابتة فينا ناس اول ما بتشوف كلمة تظل سابتة وتزداد لنفع اوعى اوعى بيه مش عايزين نضيع مجمودي السنة بلحظة طيب ايه اللي يا ابا انا هنا تعمدت ان انا اختلف لك السؤال شوي قلت كتلة جسمي الى النصف وزدت كمية تحرك يلا هلقى بيض عرفت هنا بقى اني مش اي سؤال هيقول لي سابت او ارد هنا كمية تحرك زالت مش ويه الكتلة كانت قلت شلنا جزء من الكتلة يعني بيبقى العلاقة دي هتبقى علاقة بين ايه علاقة بين السرعة في واحد على البي اتنين الفي مضروبة في الام يبقى عكسي ويه مقسومة على البي او البي مقسومة على البي يبقى العلاقة بينهم معلاقة ترضية يعني في واحد على البي اتنين لانه ترضي مع البي وعكسي مع الام يبقى لو جاب لي إيه؟ هتبقى نفس الحكاية طبعاً أنا هنا أهم حاجة في مساء التنسبات من أن أنا أحاول اتنين أخليها في طرف الواحد وبالتالي هارض إذا كان النتج أقل من الواحد يعني هات بي واحد على في اتنين بي واحد على اللي هي واحد على اتنين لو النسبة أقل من الواحد إذن النسبة بتاعت حضرتك يقين طب لو النسبة أكبر من الواحد يبقى النتج بتاعت حضرتك إيه؟ هتقول لي أنه هو يزدي كده زالت إلى أربع سال طبعاً يجي يلا من العلاقة أو من أي قانون هنقدر نرسم علاقة ناخد العلاقة البيانية ونقدر منه نطلع منه بحاجات كتير أنا لو فاهم القانون كويس هيطلع الموضوع سهل جداً بي و في إيه رأيك؟ الميل هنا بي على في طب الميل هيسوي إيه يا أولاد؟ طب دلتا بي على دلتا في اللي هو دايماً الميل بيبقى ظل الزاوية المحصورة مع الأفقي إيه الجمل دا بقى؟ ده أنا كده هعرف إن البي على البي بتساوي إم يا مستر ما يبي على بي بتساوي إم يعني معنى كده الريل دا بيساوي إم يبقى الكتلة هنا بتساوي إيه؟ تم خمسة واربعين اللي هي بتساوي كامل واحد يبقى الجسم ده آآ ممكن يجي يقول لي فإن العلاقة بين كمية التحرك والسرعة ممكن يجي يسألنا وقول لي تتساوي كمية التحرك مع السرعة إذا كانت الكتلة بتساوي واحد طيب يكون ميل الخط المستقيم يساوي أو آآ 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 خمسة واربعين درجة إذا كانت الكتلة بتساوي واحد يبقى في الحالة تساوي كامل واحد كيلورم ده الكتلة ده عائلة مديني منحنيين وعايزين بقى نشوف إيه دا مستر خد بالك هنا بي وإم يدوني يا شباب يدوني الفي طيب أنا بقى عايز نربط هنا بين حاجة بين حاجتين طيب بي على إم تديني الفي كل ما زاد الميل معنى كده إن السرعة هيحصل لها إيه؟ معنى كده إن السرعة هيحصل لها إيه؟ هتزيدها مستر طيب لما نقول إن السرعة كده بتزيد يبقى الإزاحة اللي هتقطع خلال نفس الزمن لما هي البي بتساوي الدي على التي الدي على التي يعني السرعة هنا ولا إنت هي ميل الخط المستقيم بين البي والإم وهي نفسها من الخط المستقيم بين الدي وإيه؟ والتي ده إذا كان جسم يتحرك بسرعة منتظمة وفي الحالة دي ياه ده الموضوع طيبها بسيطة أم مستر يعني إذا كبر الميل هيدا لازم يكبر الميل في الجهة الأخرى وبالتالي إذا كان هنا واحد واثنين يبقى برضو واحد واثنين اللي هما ميل الأكبر السرعة الأكبر لازم يكون ميل علاقة بين السرعة والزرعة هنا ده من الفهم يا شباب وضوع محتاج إن انت تفهمها جمعت لك الأول قبل ما نفكر جمعت لك الأول وهنا جمع لك أسئلة على كمية التحرك بسيطة كده في الأول لا معنا الفهم زمائلنا شوية كده أي مالقات يوضح العلاقة بينه كمية التحرك والسرعة ها خلاص احنا عارفين الكمية التحرك بتنسب ترضي مع السرعة يطق علاقة إيه ترضي يا مباشرة وبالشرط طبعا إزاي ما يكون آآ خمسة ربعين لا طبعا قد تقنق طب إيه رأيك بقى لسه عمالين نتكلم في الطاقة والشغل ولسه من شوية مجمعين طوالين الطاقة والشغل فهنقول هنا الشجل اللي قداني ده بالجسم بيتحرك فليه طاقة وضع طاقة إيه حركة وطاقة ميكانيكية هو مدرك وثلاثه كم؟ ستين وطاقة ميكانيكية وطاقة ميكانيكية ماهو إحنا عارفين إن الطاقة الميكانيكية مجموعة طاقتهاي الوضع وإيه والحركة بس الكتلة والسرعة ميدوني إيه؟ ميدوني طاقة حركة يعني أقدر يجيب طاقة الحركة؟ تمام والطاقة الميكانيكية اللي هي مجموعة طاقتها الوضع للحركة ده سأنا ملاحظة كده ميطاقة الحركة هي لسه الطاقة اللي هو من الدهالي طب لو مش هي اللي هو من الدهالنا طبعا هنطرح منها الطاقة الميكانيكية فهنطرحها من الطاقة الميكانيكية هتدي طاقة إيه؟ الوضع وممكن تبديه الاردفاع يعني أنا لو في ايه رأيك هنا بقى? مدينا طاقة الحركة. ومدينا الكتلة. وطالب ايه? السلعة. ازاي ده يا مستر. بصوا لها في معظم انواع لها الحزبة. هليسا كلها بتشتغل وبيجيبها سلعة ممكن تعود وتلقية. والأكس موجودة على وهتطلع معك. ما عاربتش بسيطة جدا. انا اتضرب طرفين في وسطين او باسم الوسطة جدا. او دي تربيع يتساوي اتنين كي اي على ام وبالتالي فيها تساوي جز اتنين كي اي على ام. وبتطلع المباشرة طلعك معنا السرعة كي ايه عشرة متل كل ايه. ما عمليش انا بنا. بسرعة عشان قدرتك بقدر مستوى نقدر ايه ده. بين الدي والتي. اي الاشكال يمصر الراقة بينك من التحرك والزمن. ازا تحرك الجسم بسرعة ممتازمة. ما انا شايفه خط مستقيم. هنا او تفتكر ان انا بسالك من التحرك لها. انا بسالك هنا على قوة. لان القوة هي المعدة ازا ما هي التغير في كمية التحرك. والقوة هي اللي بتكسب الجسم عجلة. فاذا تحرك الجسم بسرعة ممتازمة. بحيس ان هو بخط مستقيم. هتبقى التغير في كمية التحرك في الحالة دي هتساوي كم? هتساوي صفر. وبالتالي هنا ان سرعته منتظمة وبالتالي هي القوة صفرية. طب تعالا كده نبص المجموعة الاشكال البيانية. وضح مجموعة من الاجسام لها نفس الكتلة. ممارسومة يا جماعة. فيكون الرسم بها المعبر عن حالة اكبر كمية التحرك. خلاص ده. عرفنا ان اكبر كمية التحرك اللي هي اكبر سرعة. وبالتالي الميل بتاع كمية التحرك مع الكتلة. هي نفسها ميل السرعة مع الزمن. كنت بان دول كتلتها؟ اوه. ايه رأيك بها هنا ولادي؟ انا عايز اسألك كام سورة. اقصى تقط وضع. امتك؟ اقصى تقط وضع. عند اقصى ازاحة. اقصى تقط وضع. عند اقصى ازاحة. اقصى تقط حركة عند الموضع الثلاثة. انا انا الشكل ده ممكن اسألك فيه. عند الطاقة. عند واحد. تقط الوضع ماكس. تقط الحركة صفر. عند الثلاثة اللي هي عند موضع الشكون. اقصى سرعة. اقصى. ولكن الارتفاع بيساوي صفر. وبالتالي طاقة الوضع هتساوي ايه؟ صفر. يبقى اقصى طاقة حركة. وصفرية طاقة الوضع. اذا هنا. ماذا يعرفس اذا اقترب الجسم من موضع شكونه؟ اقترب من موضع شكونه مصدر. هتزداد طاقة الحركة. نتيجة لزيادة السرعة. وتقل طاقة الوضع. طبيب تعدها من موضع شكون. تقل طاقة الوضع. ناخد بالنا او سؤال واحد. وفي نفس الوضع. ما اقترب من موضع شكون زادة السرعة. زادة طاقة الوضع. زادة السرعة. زادة طاقة الحركة. وزادة كمية التحرك. وبالتالي هنا. يبقى البيس 3 هي اكبر كمية التحرك. كلما اقتربنا منها. هتزيد كمية التحرك. اما عند الواحد تمية التحرك. بتساوي صفر وتقل حركة حتساوي ايه؟ صفر. والطاقة الميكانيكية كلها تكون طاقة ايه? وضع. هنا العلاقة ف بتسوي دلتة بي على الدلتة دي. طب قلت الكتلة الى النصف. وقلت القوة المؤثرة على الجسم الى الربع. اقدر اطلع منها علاقة بسرعة. علاقة التناسب. او معنى عندي. اي واحد على الاثنين خلاص يا مستر. الانت تناسب تنظيم على الاف. يبقى اف واحد على اف اتنين. وعكس مع الام يبقى ام اثنين على ام ايه واحد. يبقى كده اي واحد على اثنين بتسوي اف واحد على اف اتنين. اللي ايه ف ام اثنين على الام وحد عوض. طلعت. ايوان. اهم حاجة بها ان انا اخد بالي. العلاقة هنا اكبر من الواحد. اذا تزداد. طب لو طلعت اقل كان الواحد اذا ايه uno اه اثنين. طبعا هنا انا انا اي ازد اي واحد على اثنين. لو هي اقل من الواحد شباب فهي كان اقل من الواحد. لان الى اثنين هي اللي في المقام يبقى هتقل لو أجول من الواحد يبقى هتزداد في الحالة دي أهم حاجة انت تخطي الاثنين في طرف الواحدة طلع النتج بتاعها نص اي واحد إذن هي قلت العجلة إلى النص ونتخدع ويجينا بتروح للثابت والأربع بنتخيل الناس ما ما تحاولش تتخدع يا شباب ما تحاولش تخدع نفسك طيب النسبة بين العجلة التي تتحرك بها الجسم وثلاثة ام والعجلة التي تتحرك بقى ها يلا دي بقى نفس التناسبة هو أنا بس هنا ثبتني القوة هو بيقول لي نفس القوة إذن ف واحد بتساوي اثنين مش لها رازم ان انت تكتبع في قرون التناسب طلعت معي أيوة اي واحد على الاثنين طلعت أكبر من الواحد وبالتالي اي واحد هتساوي اثنين اي اثنين او اي اثنين بتساوي اي واحد على اثنين يعني هتقل العجلة الى اي رأيك تقدر تطلع لي التناسب ده بسرعة ايه تضعفت معلش أنا هجري اللي هي الاسئلة الشباب دي قوي الفكرة واحدة بها يا شباب ها عوض بقى طلعت معنا اني بايه بقيت اربعة الاغنين بتساوي اربعة ايه وبالتالي زادت الاربع اضعفت طب هنا مستر ممكن يسأل ياه ده خد بالك انا عارف انت اول ما جات عينك على يتحرك بعجلة ستة اعتقدت ان احنا منتكلم عن ايه هو في علاقة بين الـ العلاقة هنا هل هي علاقة طردية ولا عكسية بصوا لي المسافة التي يتحركها الجسم تبقى علاقة طردية ازا ما استر لان كلما زاد المسافة التي يتحركها جسمه اثناء السقوط هنا بقى اللي راجع اللي بيفهم كويس قوي اثناء السقوط كل ما زادت المسافة اللي هيتحركها كل ما صرعته هتزيد وبالتالي الـ الـ هتزيد ما احنا عندنا هنا الفيتا ده أنا استنتجتها لك من القوانين نفسها ولكن أنا عايزك تاخد بناء. إذا قضي فإلى أعلى. المسافة اللي هي تحركها وتبقى عكسية مع الكي ايه. لأنه كلما صعدنا ايه؟ اه تطلع فوق. السرعة بتقل وطاقة الحركة ايه؟ بتقل. هتنزل تحت. السرعة هتزيل. وطاقة الحركة هيحصلها ايه؟ هتزيل. وبالتالي كلما صعدنا الى أعلى. نتناسب المسافة ترضياً مع طاقة الوضع وعكسية مع طاقة الحركة. العكس تماماً عند أثناء السقوط المسافة اللي هي تحركها الجسم. مش بنقولش الارتفاع يا شباب. الارتفاع؟ لأ الارتفاع على طول طاقة دي مع طاقة الوضع. لكن انا بتكلم عن المسافة اللي هي تحركها الجسم أثناء السقوط هي ترضية مع طاقة الحركة لأنها هتزود السرعة وعكسية مع طاقة الوضع لأنها هتنقص فيه الارتفاع. السريع سؤال سريع كده عشان نبقى خدنا كمان طبيعة على العجال المركزية F على V تربيعة F على V تربيعة نصر آمه وهنا بقى المير F على V تربيعة ما هي الم بتساوي F على V تربيعة ف على V تربيعة اللي هي ال though F d omega V تربيعة اللي هي بتساوي M على R وبالتالي هنا الراجل ميديني الكتلة أقدر منها بالتعويض البسيط جدا أقدر أجيب إيه أقدر أجيب ربوحي أقدر أجينا أوصل لنصف أوكي المصر طيب وليت إحنا كده يعني ده هو آخر سؤال معنا قل بلك لسه بنقول طاقت الوضع والارتفاع طاقت الوضع والارتفاع تناسب إيه ترضي لكن طاقت الوضع والمسافة التي يتحركها الجسم في الجاذبية الأرضية يعني أثناء الصعود هي عكسي مع المسافة هي ترضي مع المسافة لأن المسافة بتناقص الارتفاع وتناقص صرح أما أثناء السقوط فهي عكسي مع المسافة لأن المسافة بتناقص الارتفاع ولكنها بتزود إيه الصرحة بس تاخد بالك أن الطاقة الميكانيكية تفضل دايماً مقدار إيه وهنا من الخط اللي قدامي ده شباب هي البي إي بتسوي م في الجي إتش م في الجي اللي هي الويت وبالتالي البي إي على إتش هتسوي م في جي اللي هي الوزنة يعني أتمنى أني أكون جمعت يالك بفادر سيطاطي وأتمنى أن نحن نرجع أسئلة من تاني شباب ونرجع للأسئلة سنة السنة شكراً يا شباب وإن شاء الله كنت سنة سعيدة عليكم شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكرا